السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونتمنى يلقاكم هذا الفيديو بأتم الصحة والعافية اليوم سنبرتج معكم هذا الشكل الصابلي الذي يأتي زوين في شكله وحتى يأتي بمضاق التود ونشارك معكم سر اللون الأحمر المميز بالنسبة للوصفة الصابلي دائما المعتمدة عندي نشاركها معكم بطرق متعددة لكن يبقى المكونات نفسهم لا تغيروش من غير إلا بغيت ندير العجنة الكبيرة يعني كنضاعف الكمية وإلا بغيت ندير عجنة صغيرة يعني هنخدم معكم هذا الكمية اللي غتخرج لكم يعني عجنة صغيرة بالنسبة لي كيبغي يخدم غير كمية قليلة دي الصابلي هنا غدي نخدم كل شيء في الهاشوار عندي 250 جرام ديال زبدة ديال المارغارين وغدي نضيف لها كاس ديال السكر سانيدة وكاس ديال الزيت يعني عبرت بالكاس ديال العنبة ووجوج ديال البيضات والنكهة هنا غدي نضيف غير الساشية ديال الفاني حيث مازال غدي نضيف لها النكهة ديال التوت او الفخنبواز غنخدم كل شيء هنا في الهاشوار عاد غدي نبدأ نضيف الضقيق يعني غنعجن كل شيء في القصرية ممكن هاد الطريقة تخدمها في القصرية اللي ما عندوش الهاشوار او للعجانة يعني خدمتها معاكم في الفيديوهات الأخرين بجميع الطرق هنا قدرت مرسل مع القصرية ديال الكاكا والمر وغادي نخلط كل شيء في الهاشوار وغادي نخلط كل شيء في الهاشوار كيف ماشته يعني المكونات كينساج مكاملين مع بعضياتهم كتدوب هذه الزبدة مع سكار ومع الزيت كنوضعوا المكونات كاملين في القصرية باش نبدو نضيفه دقيق وفي هذه الأثناء غادي نضيف ديال السعنكهة غادي نضيف الملوين للإشارة بالنسبة للملعقة نضيف أم لديهم للملعقة نضيف أم لديهم ونضيف إضافة أم لديهم من ملعقة وكد تزيد اللون الأحمر ونبدأ نضيف الدقيق بالتدريج بالنسبة للدقيق ما عبرتوش يعني في جميع الوصفات ما كان عبرش معاكم الدقيق حتي بقى دائما حسب الخاليط وخا كان عبر معاكم أنا الدقيق وخا كان ستعمل نفس النوعية يعني كل مرة وش حال كي هزلية يعني كقدر نضيف كمية قليلة كان قدر نزيد كي بقى لحسب الخاليط يعني أنا كندمج وانا كنضيف الدقيق بالنسبة للإشارة الملوين اللي استعملت ملوين غدائي كي يكون خاص بالشوكولاتة وهو اللي كنخدم به أيضا عجينة الشوكولاتة ما كنخدمش بالملوين الغدائي العادي حيث كيني نجوج ديال أنواع يعني اللي غادي تمشي عند العطار وتأخذ الملوين كتقول لي عطيني الملوين الخاص بالشوكولاتة رتي يكون الاسم دياله هو اللاكي هنا سنضيف الدقيق بالتدريج ومن دلكش اللي عجينة يعني كنحاول نجمع غير بالأطراف ديال الأصابيع حتى كنت تجمع معي وكنبدو نضيف الدقيق شوية بشوية وكان بدو نضيف الدقيق شوية بشوية ومن ده أخرى وكانت ترسلوا للقوام بلا ما تزيدوا الدقيق شوية بشوية يعني كنت تكون العجينة ديالنا رطبة ولكن ما كنت تلسقش في اليدين يعني تقدرو تشكلوها كيفما بغيتوا وكانت تكون العجينة رطبة يعني هذا هو القوام ديال السابلي نستشفى العجينة و نلوها في الثلاجة نجد أشياء الشوكولاتة نطلق العجين ليس نطيبها سننشفى الشوكولاتة دائما الأسئلة التي تجدني على الشوكولاتة البيضاء سوف نشارك معكم طريقة الاحتفاظ هنا هي الباكية مازالة جديدة نأخذ منها كمية الشوكولاتة التي سنحتاجها ونلوي الشوكولاتة في السلوفة الشوكولاتة البيضاء لا تريد أن تغطيها حيث تنشف ولم تتبقى مزيانة سوف تعمل بها مرة أخرى لن تجمع بها من الأفضل تعمل بها او لا تعمل بها كاملة في نفس النهار إلا تقدر تبقى لك أسبوع إلا طويلات تكون فيها المشكلة لا تريد أن تدوب لك والشوكولاتة لا تدوب لها هذه هي الطريقة التي سنحتاجها بالنسبة لها الباكية سوف نستعملها في أسبوع لا تريد أن تبقى لها كثيرا ولكن نستعملها بطريقة كما نريد الكيمية التي تريد سوف نغلبها والشوكولاتة لا تستطيع في الثلاجة سوف نضيفها في البلاكار عادي وتحتفظ بها حتى تريد أن تعمل بها مرة أخرى ومن الأفضل لا تحتاج كمية كثيرة للشوكولاتة سوف تأخذ غير الباكية الصغيرة التي تكون فيها غير 10 كيلو سوف تعمل بها و لا تحتاج أن تتعاودي تخزينها منه الجسم لماذا نزيد هي اضافات نقوم بتضيف الماء و نضيف الماء و نضيف حمام ماء كما تداب التقدم فتنا نضيف شوكولاتة علي السبب شوكولاتة أكثر يجب أن يكون السامر في تحركه و يدوب مع بعضياته و يجب أن يكون الشوكولاتة السائحة كما تريد و نعم في الموتيف سوف نعمل مع هذا الشكل الوردة في الموتيف الشوكولاتة سوف نضع كمية قليلة بالنسبة للأخوات دائما يسولوني من يمكن أن تقضى هذا اللوازم الحلويات بحل المراشم و هذا الموتيف يعني لا يقومونهم في المدن كانت تقضى من أي بلاسة لا يوجد مكان محدد كانت تقضى منه كانت تقضى لضرب عمار كانت تقضى لديه اللوازم الحلويات فيما يباليه شي محل كانت تقضى لديه أكثر من كل ملك كان من أن تقضى من بلاسة جديدة كانت تقضى كمية قد تقضى من بلاسة جديدة كانت تقضى من طرف الهتمام حدث و سوى دائما يعني في أي باستخدام كانت تقضى يجب ان يكون تقضى من بلاسة جديدة من بعد مكملت الشوكولاتة سوف نضعها في الفريقو لتجمد وضغية نضيفها سوف نضيف العجين دائما العجين نضيفه بين البلاستيكات كي يجيني سهل وحتى كي ننهز السابل سوف نضيفه بسهولة ونضيفه في الفرن نضيفه كمية قليلة ودائما العجين سوف نضيفه لن نضيفه بالهواء سوف نضيفه القاعدة المعتمدة دائما ترونه في القناة في الفيديوهات السابقة والذي سوف ترونه في الفيديوهات الجاية سوف تفضل حبه سوف يكون السمك لا يكون السابل لا يكون السابل أغليد ولا يكون رقيق بثاف فهو يجب ان تلصقه حبه مع حبه السابق بعدما حصلت على السمك سوف نضيفه هذا المرشم يجب فيه جوج نحاول انطبع السابلي ووضعه في اللاطة السلبات لكي يجب السابلي مفيني وفيه شريطات لوجه بالنسبة لطريقة الطيب طريقة الطيب السابلي دائما تكون عافية مهيلة تكون عافية غير من الأسفل يطيب مزيان حتى يتحمر وفي الساعة نزله ياخذ واحد تحميره من الفوق وفي الساعة نخرجه لكن في هذه الحالة بالنسبة للسابلي يكون ملون بالأحمر يعني اللوم أول مرة سيتخدمه في هذا اللون من الأفضل انك يدير معه واحد الحبة سيتخدمه لكي تكون ملونة سيتخدمه لكي تطيب هذه الحبة يعني تعرفي بلسابلي كامل أنا داجة الخدمة في هذا المجال الحلوى يعني كنعرف السابلي مدة طيب دياله يعني ما عنديش هدك الإشكال لكن من الأفضل تديري تلك الطريقة انك تديري حبة بيضة مع اللاطة ديال السابلي باش كتعرفي يعني طيب دياله واش طيب او لا هنا الكيمية ديال السابلي اللي كتشيط ليا من اللي طبعت في الأول كان نجمعها وكان ضيف عليها شوية ديال العجينة جديدة وكان عاود نطلقها ضروري ما تخدموا السابلي بهاد الطريقة باش ما كيتكمش لكم في الفران حيتي اللي جمعتو ديك العجينة ودلكتوها عاد عاودتو تطلقتوها من اللي كتدخل الفران كيتقلص الحجم ديالها وما كتجيش كيف ما طبعتوه كنتم وضعوا السابلي ديالنا في اللاتا واندخلهي طيب في الفرن وكندوزو باش نضيموا لي الموتيف ديال الشوكولاتة اللي خدمنا هنا كنكون يلا خرجو من الفريقو يعني رضغيا كيتحيد معاكم شوكولات يعني ما كيلسقش كندورو كندربيه ضغيا كيتحيدو كيف ماشتو يعني من الافضل يعني تديرو في الفريقو حسن من انكم تديرو في التلاجة حيث الفريقو يعني ضغيا كي يجمد وكيتماسك وهذا تيكون الشكل ديال السابلي من اللي خرجناه من الفرن كنخلي حتى يبرد هذا كندوز نفينيه كيف ماشتو بقى نفس الشكل مادة فورماش مخصرش ليششكل قدو قد المرشم يلا تبعتو نفس الطريقة اللي خدمت معاكم ستحصلوا على نفس النتيجة ان شاء الله هنا الطريقة ديال تزيين سهلة غاد يلصق غير بالشوكولاتة يعني شوكولاتة البيضاء اللي خدمت معاكم هي اللي غاد يلصق بها السابلي يعني كيكون منسم بالنكهة ديال التوت يعني المادة دياله يجي رائع كندير واحدة كمية قليلة في الوسط ديال الشوكولاتة البيضاء وكلصق لموتيف ديالي حاولت في هذا الفيديو انني نشارك معاكم جميع النصائح اللي تقدروا تستعفدوا منها باش ينجح معاكم السابلي من اول تجريبة ويجيكم الشكل دياله كيف ما بغيتوه وتمنيتوه وما يخسرش وما يديفورماش نتمنى ان هاتشكل يكون اعجبكم ونكون خفيفة على قلوبكم وما تبخلوش عليا بالبرتاج ولي لايك واللي بغيت تفصرف شي حاجه تخليها ليه في التعاليق راني كنجاوب على جميع التساؤلات ديالكم وبالنسبة لهذا الشكل ما غاديش يكون الشكل النهائي يعني وخا خدمتو بحال هكا ما قلنعنيش قلد ضروري نضيف ليه واحد شي اضافة يعني تكون مميزة غادي نضيف ليه واحد الوريقات ديال ورق الذهب يعني كيكونوا لديك يبيعوا لوازم الحلويات هنوريكم الشكل دياله كيفاش كيجي كنزين بيه ويعطيه واحد المنظر راقي وهنا غادي نكون وصلت معاكم للنهاية ديالفيديو نتمنى الفيديو ديالنهار اليوم يكون الاعجاب ديالكم وما بقى لياغين نقول لكم مع السلامة الى الفيديوهات المقبلة ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة